بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما هي الدرجة العلمية التي ينبغي أن يبلغها الإنسان أي العالم أي المثقف أي المفكر ما هي الرتبة العلمية التي ينبغي أن يصل إليها ثم يتكامل أيضا في ظلها ما هي لاحظوا المأمون العباسي دعا سائر أهل الديانات والمذاهب في مجلسه الجاثليق ورأس الجالوت وعمران الصابي وغير ذلك من أهل المذاهب ودعا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لمناظرتهم في عقائدهم راجعوا هذه المناظرة العلمية الهم حيمن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عليهم بأجمعهم أسكتهم بأجمعهم ثبت ما لديهم من معتقدات بأدلة راسخة بحيث أسكتهم بأجمعهم وبين الضعف العلمي بأدلة علمية للآراء التي يتبعونها هذا الكلام ليس في مقام في مقام الصراع أو مقام التباهي لا وإنما في مقام التأكيد على أن الدرجة العلمية التي ينبغي أن يصل إليها العالم المثقف المفكر العلم فيلسوف هي الرسوخ العلمي الرسوخ العلمي بمعنى أن تكون الأفكار التي يتبنها الإنسان قائمة على أدلة تامة واضحة عنده بحيث لو احتج عليه كل أهل الأفكار الأخرى لكان قادرا على الاحتجاج وإظهار وإيضاح الأدلة التي يعتمد عليها بحيث تكون مقبولة عند الطرف الآخر وغير مستهجنة علميا هذا هي الرتبة التي ينبغي أن يصل إليها الإنسان في أي مجال يتخصص فيه لا أن يطلع على الأمور البسيطة في كل علم ويكتفي ثم يتاجر بهذه المعلومات البسيطة وإنما لا بد أن يترقى ليصل إلى هذه الرتبة العلمية وثم يتكامل في هذه الرتبة العلمية أيضا مع الزمن لا بد أن يواصل حركة التكامل وعملية التكامل حتى يكون عنده رسوخ والراسخون في العلم لأن المعتقدات راسخة بسبب قوة البراهين والأدلة فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة بحيث تبلغ درجة الرسوخ هذا ما ينبغي أن يصل إليه العالم والمثقف والمفكر وغير ذلك وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر